118. ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 119. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير 110. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 111. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 112. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله 113. عليه توكلت وإليه أنيب 114. ويا قوم لا يجر من لكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 114. وما قوم لوط منكم ببعيد 115. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 116. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك 117. وما أنت علينا بعزيز 118. قال يا قوم أراطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ضهديا 119. إن ربي بما تعملون محيط 119. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 110. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب 111. وارتقبوا إني معكم رقيب 112. ولما جاء أمرنا لجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا 113. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها 114. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود 115. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون 116. وما أمر فرعون برشيد 117. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفض المورود 118. وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود 119. ذلك من أنباء القرى نقصوا عليك منها قائم وحصيد 119. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله 110. من سيء لما جاء أمر ربك 111. وما زادوهم غير تثبيب 112. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 113. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس 114. وذلك يوم مشهود 115. وما نؤخره إلا لأجل معدود 116. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 117. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 118. فلا تكفي مذية مما يعبد هؤلاء 119. ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل 119. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 110. ولقد آتينا موسى الكتاب فاخطلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 111. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 112. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير 113. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 114. وأقم الصلاة طرفي النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 115. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 116. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أندينا منهم 117. واتبع الذين ظلموا ما أطرقوا فيه وكانوا مجرمين 118. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 119. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 119. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعمل عن جهنم من الجنة والناس أجمعين 110. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك 111. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 112. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون 113. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين 116. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 117. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 118. إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 119. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 111. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب 112. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 113. إن ربك عليم حكيم 114. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 114. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا 115. إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين 116. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 117. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا لو لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا لو لحافظون 118. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 119. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاترون 111. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 112. وجاءوا أباهم عشاء يبكون 113. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 114. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 115. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 116. والله المستعان على ما تصفون 117. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون 118. وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 119. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 110. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 111. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 112. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 113. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 114. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 115. ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي 116. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 117. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب 118. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 119. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه القد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 110. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 111. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن 112. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 113. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها 114. وقال نفسي قد شغفها حبا 115. إنا لنراها في ضلال مبين 116. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا 117. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن 118. فلما رأينه أكبرنه وقطعن عيديهن وقل عاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 119. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصم 110. ولئن لم يفعل ما آمروا ليسجنن وليكون من الصاغرين 111. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين 112. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 113. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 114. ودخل معه السجن فتيان 115. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 116. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 117. ونبئنا بتأميلي إنا نراك من المحسنين 118. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأميلي قبل أن يأتيكما 118. ذلكما مما علمني ربي 119. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 119. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء 110. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 111. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القرار 112. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 113. بها من سلطان إن الحكم إلا لله 114. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 115. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 116. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 117. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 118. وقال للذي ظن أنه ناج منهما الكرني عند ربك 119. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين 119. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلون سبع عجاك وسبع سنبلات خضر 110. وأخر يابسات 111. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون 112. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 113. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد قمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 114. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمال يأكلون سبع عجاف 115. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 116. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 117. قال تزرعون سبع سنين دأبا 118. فما حصدتم فذروا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون 118. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل 119. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 119. وقال الملك أعطوني به 110. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم 111. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي 112. قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء 113. قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راوته عن نفسي 114. وإنه لمن الصادقين 115. ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين 115. رحمه رمضان ترجمة نانسي قنقر